السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله تكونوا كاملة مهنيين وبخير وعلى خير وان شاء الله تكونوا بصيحة جيدة اليوم حبيت نهدر معكم في حد الموضوع مهم جدا فيما يخص المعدة والكولون وراني يعني نورلكم هنا قشور الرمان ورح نتحدث معكم بصفة عما يعني ما نيش طبيبة وما نيش خبيرة بالصح نتحدث من تجربتي الشخصية ومن المحيط التاعي ومن الخبرة اللي اكتسبتها من الناس والنصيح اللي دونها الكبار يعني الناس اللي يجربوا يقولوا لك سالت المجرب ما تسالش طبيب يقدر واحد متجرب هذا الدنيا وفاتوا عليه حويج يكون الف من مرة أرحم وأحن وأطيب من طبيب هذك اللي راكم تتبعوا فيه وحبيت نعطيكم واحد النصيح يعني من تجربتي الشخصية ثانيك إن شاء الله تستفادوا وتفيدوا إن شاء الله وتبرتجوا لي الفيديو إذا عجبكم المحتوى وديروا لي لايك وديروا لي اشتراك اللي ما راومش مشتركين معايا إن شاء الله راني متأكدة راح نيعجبكم وصفتي والنصيح التاعي إن شاء الله بإذن الله واللي عندهم استفسارات واللي عندهم تجارب من حياتهم يعني شخصية يفيدونا نحن منكم نتعلم وأنتم من نتتعلمون فهمتوا راح نتبادلوا يعني الخبارات والتجارب والمعلومات والفايدة مش يعيب يعني أي وحدة فيكم تعرف أي حاجة تنصحنا بيها ونستفادوا منها والشكر والثوب على الله يعني ذلك راح نبدأ معاكم عندي هنا قشور الرمان هذا مجفافي يعني جففتهم وراح نرحيهم معاكم وشوفوا يدي يعني تنمو ليهم هذا وراني غير نجفف غير في قشور الرمان ونغسل فيهم ونستفهم يعني نهز الإبرة وندخل هذه الإبرة نهز هذه القشور ونهز الإبرة يعني نسنيهم ونعلقهم في الشريط وننشر الملابس تعناها كباش يدخلهم منها ويجفوا ونصيحة ثانية اللي عندهم مشاكل في الكون ولا في المعيدة كتروحوا تاكلوا هذه الحبيبات تاعة الرمان تاكلوا القشور هذا القشور هذه الرقيقة يعني الفايدة خير من القشور الغليظة يعني الفوائد الموجودين معاها في القشور هذه الرقيقة اللي مصاحبة للحبيبات أنا ناكل الرمان وناكل معاه هذه القشورة الرقيقة ووريت لكم هذه الألة اللي راح نتحم بها يعني وجدت هنا العسل الحرة وجدت هنا غير كمية صغيرة راح نجرب ندير كمية صغيرة انتو مثل تقدروا تجربوا بنصف هذه الكمية يعني تجربوا ترحي قشور الرمان اللي عندهم الحموضة خاصة الحموضة ولا ميكروبة المعيدة عفانا الله وإياكم ولا عندهم قرحة في المعيدة يجربوا يعني إذا جربتوا أي حاجة يعني ما تضركمش إذا ما نفعكمش أكيد ما رحش يضركم وتقدروا تجربوا غير يوم ولا يومين حاجة إلا لقيتوا يعني حسيتوا براحة وتحسوا يعني أنتم أطباء أنفسكم تحسوا بالراحة وتحسوا ب ما كانش وجع و ما كانش حموضة مثلا ولكم ريحين يعني تحسوا بالراحة سوف يضغ هذي كل حاجة مليحة تقدروا تستخدموها من سمانة لعشرية وتعودوا تتبعدوا عليها واحدة خمسة عشر يوم وتعودوا تانيك ترجعوا لها يعني ماشي مدة شهر ولا شهرين لا تستخدموا العلاج مدة أسبوع عشر يوم لماكسيموم وتحبسوا وتعودوا تستعفوا واحدة خمسة عشر يوم ثانية كل عشر يوم وتعاودوا من دارة وجديد ماشي يعني يوميا فهمتوني وثانيك يعني هناك شوفوا هنا رطبتوا لنقعت قشور الرمان بعد ما غسلتهم من مليح لازم في كتبتهم بس كو فيهم الميكروبات والجراثيم غسلوهم بالماء والخل تخلوهم واحدة خمسة دقيقة كي تنحولوا الميكروبات ولا تديروا لهم قطرة جافيل وتنقعوهم ليلة كاملة واللي راهم مزلوب وعندوا انتفاخ يعني من انتفاخ في الكولون يشرب خطرات في اليوم يجرب كاس على الريق مع صبح ويشوف الفرق وثانيك في الليل إلا حسيتوا عندكم انتفاخ وخز في منطقة جهة القلب شربوا كاس من هذا يعني يديروا ما دافي إلا كنتم مزلوبين ما دافي وديروا هاكا شوية زوج قشور داخل الكاس هذك الماء دافي يطلق الفيدة التاعو ويطلق اللون التاعو وشربوه وتشوفوا الفرق انتو ما راحين تحسوا بالفرق ما تستنوش يعني مطبيب يقولكم ديروا قشور رمان ولا مثلا العلاج الفعال جدا هو الماء دافي اصبح على الريق وملعقة عسل حرة كي تروحوا وتشريوا العسل الحرة يعني حلفوا صاحب العسل هذك اللي راه يبيع العسل حلفوه بربي ثلاث مرات ما تحشموش بسكو ناس دورك ما عادتش تخاف ربي ما عادتش تعندها الرحمة وتقولوا استغفر الله ما ناش مسلمين يعني المصلحة والطيجارة فوق الجامع فوق الصحة وفوق استغفر الله يعني ما نكثرش بالصحراء كم عارفين يعني لما نتعمق في الموضوع حلفوه بربي ثلاث خطرات انه هذك العسل عسل حرة ما شير ربع تاع الليترا يجي عسل حرة والباقي تاع ليترا تاع العسل يجي العسل تاع الدار تاع السكر يعني رح يدير لكم هنا التهابات وراح يدير لكم مشاكلة عندكم بعيد شروا الجرثومة في المعيدة رح تكاثر في المعيدة التاكم وتعشو رحتو وشريتو مضمر صحتكم حلفوه عادي وإلى عسل حرة شروها واعتمدوها يعني كل يوم هزوا المدافي وملاقة عسل حرة وقروا عليها سبع مرات صورة الفاتحة وشربوها واردوا لي بالخبر رحين تريحوا بالصح مشي غير هذ الدواء فقط يعني هذا هذا الحويجبرك هذا الدواء الشافي إن شاء الله والوافي لكن تتبعوا ديروا ترحيوا لقشور الرمان اليابسين وتجوزوهم هكا في الغربال وديرهم ديرك دخل عسل حرة ما تخلوش لهوة يضرب هذيك الغبران بس قل لي قل لي وحد الخابير قل لي إلى رحيته قشور الرمان وخليتهم أمب وممو بس كيف فيهم واحد المادة تتبخر يعني في لهوة تروح لازم ديرهم تتويت شوغ بلاس توجدوا العسلة ترحيوا هكا ديرك للعسلة تاكم بس كل عسل الحرة يعني العسل الحرة الطبيعية الأصلية يعني معاقم هي معاقم يكشفتوا معاقم العسل الحر معاقم للجروح كي تديروا يديروا الغبرة هذيك تاقشور الرمان راح يحافظ لكم العسل هذاك يحافظ لكم على فوائد قشور الرمان يعني وقالوا لكم ثاني قشور الرمان يديروا إمساك حشاكم كذب تجربوا تشوفوا اللي عندهم إمساك أتى حداكم تشربوا الثلاث خطرات في اليوم ربع كاس ولا نصف كاس من ما هذا الماطع الرمان المناقع وتشوفوا ردوا اللي بالخبر كيف يعود معندكم الإمساك وتريحوا من مشاكل الإمساك إن شاء الله بس حما شي شاك 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 مثلا تقدروا الأسبوع الأول يوميا لكن من بعد الأسبوع الأول تعودوا وقت ما حسيتوا بانتفاغ حسيتوا بس كو تعارفوا الكولون يعني الكولون بتاعكم بس كو عندوا علاقة وثيقة مع الأعصاب واللي عندهم الكولون مساكن عندهم الوسواس والوسواس هذا خطرات يخرجهم من عقلهم ما يأكلوا عادي ما يرقدوا عادي خاصة في الليل هذو ننصحكم ديروا ثاني زريعة البسباس في كسمة ولا في قرعة كبيرة ديروا زوج ملاعق كبار معمرين تاع زريعة البسباس ديروهم في قرعة تعمى وتبات هذيك القرعة تعمى وتتلاج طول اليوم تشربوا كل ما حبيتوا تشربوا يعني ما رحش يذوركم ايفي كاس للكولون جربوا ثاني او اردولي بالخبر يعني من الكاس اللول تعم نقوع الرمان هذا تشوف الفرق شربوا مثلا للمعيدة عندكم حموضة في المعيدة شربوا كاس صبح على الريق وتحسوا بالفرق يعني ولا تجربوه تجربوه بعد الاكل وجربوه قبل الاكل تشوفوا الفرق أنا مسترحلو كي نشربوه قبل الاكل وانتو ما تسترحو له كي تشربوه بعد الاكل يعني ماشي بالضرورة نديرو كامل نفس الطريقة ونسب تختلف الامارض وتختلف انا عندي زيادة شديدة في الحموضة بسك وانا نحيت لمرارة تاعي وكنت نكثر من الدهون والزيوت والحمذية خاصة نتقطو سيترون ولا البرتوقل نكثر بزاف نحب البهارات نحب الحار حتى قلت لمرارة تعمرت بالاحجار الصغار نصحني طبيب نحيها ونحيتها ولازم يعني نستخدم هذه الاعشاب الطبيعية نستخدم بسك نعاني من حموضة شديدة في الماعدة بسك ما عندي لمرارة المرارة دورتها تفيلتري يعني تصفي ليدام تعطي للماعدة لازم فقط لازم من الدهون فهمتوا الباقي روحي تخز في الجسم التعنا على شكل سموم وشحمة فهمتوني دوكي ما عندي يعني المرارة لازم نعود نبعد على الحمضيات يعني المواد الحامضة ولا الفواكه الحامضة ولا الخضر اللي فيهم الحموضة ونبعد على السكريات بزاف السكريات هذو كسكر ماشي يعني الفواكه ولا ونبعد تاني على البهارات بزاف والحار بزاف يعني لازم استعملوا الأعشاب ولا الحويج هذو وممتوا مع الريجيم فهمتوني إلا ما استعملتوش ريجيم لمدة معينة سواء للكول ولا للمعيدة ما راح اشتبروا فهمتوني الريجيم مع الأسباب الشيفة يعني الدواء والعسل ماشي تتشروا عسل حرة غالية جدا وتتعالجوا بها أنفسكم وممتوا تكلوا الدهون وتكلوا المقلي وتكلوا الحار وتكلوا البهارات وتكلوا القطوات فهمتوني لازم يعني هذا هذا الرسالة موجهة للي عندهم مشاكل واللي ما عندهم مش بس كلي ما عندهم مش مشاكل في المناعيدة ولكولن وبعد اي و σε foundry مع السنوات بعيد الشر يعني عليهم صحي ولو عندهم مشاكل وخاصة يعني الكولن الكل عندهم مشاكل في الكولن يعني برسك اللي يحس في الليل كي ياكل حويج العجينة الكسرة ولا ليبات ولا يكثر ملحار ولا ياكل الفول ولا العادس ولا اللوبي في الليل ويحس بصعوبة في التنفس ويحس بارتفاع درجة حرارة الجسم يعني البوفيد شالوغة السخونة سخانة تطلع له تطلع له سخانة ويحس روح يعني حب يمزق القشتاع ويخرج يجري برا هذا عنده الكولون العصبي عنده قلقة عنده قلقة الكولون العصبي هذا يعني لازم يحوس ينقص يدير شوية ريجيم خاصة في الليل ويحاول يمشي قدر المستطاع ويفي تي وماكسيموم يقعد بعد الاكل فهمتوا يدور يلو كان يدور في الدار يدير هاكاك يدور يعود سهير ضاير في الدار ان شاء الله راح يريح مع زريعة البسباس وثاني يجرب لما هذا يعني لما هذا التاع من قوع شور الرمان الزوج التاعي عنده مشاكل في الكولون الانتفاخات يعني من وخ يعني من في جهات القلب يعني كي يمتافخ للكولون كي يمتافخ للفوق يعود الماعدة مع مرة ثانيك بالمكلة تعود تضرب الحجاب الحاجز يعني يطلع للفوق هاكا الليبومو ويعود القلب يضياق القلب ما كانش مساحة باش يخبط القلب التاكم عادي واليستومتاكم ما تختمش المكلة يعني بالراحة وليبومو التاكم ضيقين يعني يضياقوا وتعودوا ما شي قادرين تتنفسوا من انتفاخ لكله هنا بعد مرحيت اه قشور الرمان التاعي وجوزتهم على الغربال دير اكتمون ديرهم في العسل يعني راني نصور بيد ونخدم بيد اخرى ذوك نخلط العسل الحرة هذه اه مع غبرت قشور الرمان ونوري لكم كيفا خرج لي هنا شوفوا يخرج هاكا سائل المشي يعني عقد مليح جربوها على الريق الصبح على الريق اللي عندهم الكولو اللي عندهم الماعدة اه اي ينوع من امراض الماعدة يعني يجرب ما هو خاصر والو الى ما فادوه ما فاداتوش هذا الوصفة مراحش تضرو يجرب يومين ثلثيين ويشوف الفرق فهمتوني واصحاب لو ديابات يعني اللي عندهم الوطيابات اه كي تاكلوا هذو كثانيك الحبات تاع الرمان كولوا هذيك القشور اه اه لمرة مع هذيك حبات الرمان يعني يحدث توازن بين السكر اللي كليتو والمرورية تاع هذيك القشرة يحدث توازن مراحش يطلع السكر تاعكم ولكن كولوه الصبح ولا عطناش اي فيتيو يعني العشية ما تاكلوش الرمان بس كوفي نسبة كبيرة من السكر يعني حلو ماذا قو حلو فهمتوني يعني وثانيك اللي عندهم حموضة في المعيدة لما هذا تاع قشور اه اه الرمان لما هذا يعدل يعمل على تعديل حموضة المعيدة جربوا وارضوا لي بالاخبر لكن يعني ابتعدوا قدر المستطاع عن البرتقال وعن القارس وعن الطماطم الطازجة وعن السستومات الطماطم المصبرة وعن البهارات والحار والسكرية بكثرة كولو يعني باعتدال باعتدال نحكي مع الناس كامل يعني اللي عندهم مشاكل واللي ما عندهم مشاكل يعني الاعتدال في الاكل الاعتدال في السكرية الاعتدال في كل حاجة في هذا الدنيا يخي قالو لكم خير الامور اوسطها الاعتدال راح يخليكم تعيشوا حياة صحية وحياة خالية ان شاء الله من الامراض وثانيك نصيحة هذوك اللي حابين يديروا انبوب الماعدة فيبغوسكوبي نصيحة كتروحوا ديروه ديروه بالصح ما تديروه مرة اولا ما تزيدوش ديروه الا يعني اللي عندهم مشاكل كبار بعيد الشر ولا امراض خطيرة ولا عفان الله وإياكم هذوك لكا وحدهم يعني فئة وحدهم بالصح اللي عندهم التهابات ولا تسلوه خطف الماعدة ولا عندهم جرثومة الماعدة ولا ما تخلوش الطبيب يلعب لكم على اعصابكم ما تخلوش يعود يستخدمكم مثل فقر تجارب فامتوني يديركم لتيو فيبغوسكوبي خطرة واحدة وانتهينا وتعودوا ديروه ليكو غافي باش تشوفوا الماعدتاكم الى برات الى عاودت درتو هذك الفيبغوسكوبي لكن بعد عام تكون الماعدتاكم التأمت الجروح وتتلمت وبريتو ودرتو ريجيم وتناولتو الادوية تاكم وتحسوا براحة وتحسوا يعني بالفرق باللي يراكم بأنكم بريتو بسكوا الى عندكم التهاب والتسلوخات في الماعدة في جدار الماعدة والبلعم اكيد اذا دخل لتيو هذك الفيبغوسكوبي هذك اي منطقة يجوز عليها الفيبغوسكوبي هذك ولا لتيو هذك راح يزيد يتأزم الوضع اذا ما كانتش تقترب الدم الماعدتاكم دولي تقترب الدم تفهمتوني يعني الطبيب ما راحش يقولكم هذ المعلومة خطرش هو راح يستفيد يا جماعة راح يستفيد اذا شك سمانة ولا شك شخر يديلكم فيبغوسكوبي باش تخلصوه الا من يخاف الله الا اللي عندهم الرحمة والله يعني كانين اطباء ما شاء الله تبارك الرحمن عليهم ما شاء الله تروح عنده يقول لك ما نزيدش ندير لكلتيو هذك بسكوا موذير بالصحة موذير بالماعدة يزيد يقول لي ما عندهمش قيلتي يبهابت عندهم جروح سطحية خفيفة تقول لي يعني تأزم تقول لي يعني الجروح زي تتعمق فهمتوني ديروا خطرة واحدة كونوا انتم اطباء انفسكم انتو ما سالوا المجرب ما تسالوا شطبي جيبوا معلومات من اللي عندهم مشاكل ودوو شوفوا العجيز الكبار ما شاء الله يعني جينا جينا نظوروا نظوروا لينا حتى التداويب الاعشاب كنا حقرين التداويب الاعشاب وشفتوا دوق الاطباء الا من يخاف الله ولا كامل التجار ما يخافوش ربي وكان يعني البعض ما شاء الله يخدموا بامانة يخدموا يعني يخافوا ربي يخدموا بالضامير فهمتوني اياكم بسكو اللي راه هم عندهم مشاكل كبيرة ولا عندهم التهابات ما راه هم شي براو بسكو اشك فوا يولو لطبي بتاعهم يزيد يدخل لهم للتيو هاذاك ولا الفيبوسكوبي هاذاك كيديرو يعود يتانيك يحيي لهم الجرح يخبش لهم الجرح من دراوي جديد يعني وقته رح يبرا هاد الانسان الماريد مسكين عشاك فوا يدخلوا لولتيو هاذاك ولتيو هاذاك يدير مشاكل كبيرة للبلعم والمعيدة ديرو خطرة واحدة باش تعرفوا درجة الجروح التاكم بسكو تختلف الجروح مثل يعني تشوفوا واحد تحرق كان عنده كان واحد عنده جرح سطحي وكان عنده جرح متوسط يعني في الوسط عفور وكان عنده جرح عاميق فهمتوني والجرح العاميق والسطحي يختلف فيه الدواء ويختلف فيه اه التداوي بالاعشاب والله فهمتوني لكن يعني اه هذي كتاع لحسل الحرة في المادة فيه ماشاء الله تحسوا بنتيجة خاصة الى تبعتها للشهر كامل هذيك يعني يوميا على الريق للشهر كامل وتشوفوا ان شاء الله الفرق وان شاء الله راح ينتبروا وان شاء الله اه راح ينتستفادوا من النصائح هذي يعني نصائح هامة وما نش حب نطول عليكم ولا فيديو خرجة تطويلة استمحوا لي ترجمة نانسي قنقر